يا اهلا يا اهلا هنعمل معنا حليب وتمر يا اهلا بكم زي ما اسمعتم ميمي قالت هنعمل طمر بالحليب اولا عندنا اللبن وهنغليه بس مش اللبن كله هناخد جزء منه نغليه وبعدين الطمر هنعمل الطمر هنقصصه بالطريقة دي نقصين ونشيل البذرة من قوه طعب الطول كده هنغدوه هنخسله اللبن بتاعنا او الحليب بتاعنا غلي خلاص ودلوقتي هنشيل ودلوقتي هنغسل التمر وهنحط الحليب الغلينا هنا ومع حليب ثاني بارد وتعالوا معنا وشوفوا بكرة ايه يكون طعم التمر والحليب اوه اوه انا زي قلت لنا المهم لا تتعطي التمر اوه 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 ولكن تنسوه تروحون على انستجرام قناتي هنا واسمي ملت محمد اوه اوه خناتي حلوة روحوا تابعوني اعملوا لي اوه حطوا على كل فيديو تلاقوه باي باي هنحط اللبن الحار على التمر ودلواتي هنحط اللبن البارد ودلواتي هنحط اللبن البارد باي شوفكم بكرة